اخبار اليوم مع فراس حامل اهلا بكم في نشرة جديدة من اخبار اليوم اعلن وزير الخارجية الروسي سرغي لفروف اليوم انه سيلتقي نظيره التركي خلال قمة منظمة الامن والتعاون في اوروبا هذا الاسبوع في بيليجراد وفي المقابل نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر عبور شاحنات نفط تابعة لتنظيم داعش وهي تعبر الحدود السورية متجهة الى تركيا تزامنا مع زيارة للرئيس التركي اردوغان الى قطر الازمة الروسية التركية في تقرير امجد ابو عرفي اردوغان يتحدى وبوتين يقبل التحدي هكذا بدت صورة تطورات الازمة التركية الروسية بعدما سارعت وزارة الدفاع الروسية الى نشر صور اقمار صناعية واخرى ارضية قالت انها لقوافل النفط الداعشي باتجاه تركيا وقدرت بالملايين الثلاثة من الدولارات يوميا مضيفة موسكو ان ضرباتها الجوية لهذه القوافل ساهمت في تخفيضها الى النصف تركيا هي المستهلك الرئيس للنفط المسلوب من اصحابه الشرعيين في سوريا والعراق ووفقا للمعلومات التي تلقيناها ان القيادة السياسية العليا في تركيا المتمثلة بالرئيس اردوغان وعائلته يشاركون في هذا العمل الاجرامي كان ذلك بمثابة الوتر المفقود الذي ما لبث رئيس النظام السوري بشار الاسد ان عزف عليها لا يمكنك ان تدعم تحالفا يضم اشد مؤيدي الارهاب كالمملكة العربية السعودية هذا هو التناقض لا يمكنك ان تكون الشرطي والرس في الوقت ذاته في المقابل يأتي الرد من مكانين مختلفين اولهما حلف شمال الاطلسي الذي ابدى الدعم الكامل لتركيا بل وبخطوة عملية يدعو جمهورية الجبل الاسود الى الانضمام للحلف رافعا من مستوى التهديد العسكري نحن نعمل على توسع الحلف في المنطقة منذ فترة طويلة وقبل هذه الحادثة وهذا امر منفصل عن حادثة الاسبوع الماضي لاننا اتخذنا هذا الكرار قبل عدة سنوات لذلك سنستمر في تقديم تدابير ضمان لتركيا اما تركيا التي يزور رئيسها العاصمة القطرية تواصفا تصرفات روسيا بغير المتزنة فيرد عليها بتوقيع 15 اتفاقية استراتيجية على رأسها استيراد الغاز القطري عوضا عن الروسي وإلغاء تأشيرات دخول مواطني البلدين بعد أن وقعت الحكومة الروسية على عدد من العقوبات ضد تركيا من بينها الغاز والسياحة رغم أن وزير الخارجية الروسي كان قد أبدى استعداده للقاء نظيره التركي لبحث سبل تجاوز الأزمة من السابق لأوانه التكهن بمصير الأزمة ولمصلحة من تسير الأمور ولكن قائلا قد يقول إن التحدي كان طعما تركيا التقطه الدب الروسي نعم ولمواكبة هذا الموضوع معي في الستوديو سيد رافع أبو طريف محلل سياسي وأسكري مرحبا بك في البداية والسيد بروفسور إيال سيس الخبير في الشؤون السورية مرحبا بك أريد أن أبدأ معك الأمور لا تهدأ بين موسكو وأنقرة في نهاية المطار مع نوع من المحاولات التهدئة من قبل أو احتواء هذه الأزمة من قبل تركيا من خلال تصريحات أردوغان لكن اليوم وزارة الدفاع الروسية تنشر شريط فيديو يظهر تعامل داعش وتركيا بالنسبة لقضية النفط الاتهام الروسي الذي كان من قبل إلى أين ذهب الأمور برأيك؟ إلى مواجهة أم إلى تهدئة؟ وحتى أنا لفروف قال بأنه مستعد للقاء نظيره التركي نعم هذه خطوة إيجابية في رأي هذا الكهل مكمل بين الأولوروف ووزير الخارجية تركيا أنا لستطعي مسلحة لا لتركيا ولا لروسيا بأي مواجهة مباشرة يعني روسيا بحاجة إلى تركيا تركيا بحاجة إلى روسيا لأسباب بكتسادية وأسباب سياسية طبعاً موضو شرف يعني موضو شخصي بنسبة لأردوغان وبنسبة لפוטין طبعاً في خلافات سياسية يعني أردوغان يوريدو اسקת בשعر وروسيا لاها مسلحة في سوريا ولكن أعتقد بأن المواجهة لا تحتم مسلحة روسيا أو مسلحة في نهاية المتاف لا نرى يعني تهدي كاملة لا نرى يعني موافقة وإتفاق ولكن نرى انتزار إلى الأزمة المقبلة وهي ستعطي بدون أي شكل نعم زيد رافي كيف ترى هل برأيك الأمور ذاهبة إلى الهدوء بين الأطراف أم على العكس من ذلك حسب التصريح الوزير الدفاع للروسي أظن أنه هي تذهب لهذا الاتجاه لأن روسيا لها أسبابها الخاصة التي تريد أن تكون تعدئة هي لا تريد أن هذه الأزمة تكبر أكثر مما هي الآن لها أسباب اقتصادية كما قال البروفيسور زيسير ولكن أظن أن الشيء هو أعمق من هذا هنا في أزمة سياسية صعبة جدا صعبة جدا بين روسيا وتركيا وهذا الشيء ليس بسبب قاضفة السواريخ إنما كانت قبل سنوات عدة عندما الوضع المصري عندما روسيا تعمل مع السيسي وهذا الشيء مناقض لسياسة التركية أولا الأزمة التركومانية الأزمة مع جيروغيا وروسيا عدة أسباب يوجد سبع أسباب أنا لا أريد التطرق للسبع أسباب ولكن هنا يوجد مشكلة عويصة وأظن أنها لا تحل في لقاء واحد أو اثنين ولكن في آخر المطاف يجب أن يصلوا إلى حل لأن هذا الشيء يخدم الطرفين ولكن كل واحد يريد أن يكون يقول كلمته الأخيرة من تكون الكلمة الأخيرة ونحن ننظر إلى تركيا وروسيا أن روسيا دولة عظمى سابقا وتريد أن ترجع لتكون دولة عظمى وتريد أن يكون لها نفوذها في الشرق الأوسط وفي هذا المجال وهذا السبيل الحديث أيضا رئيس تركيا يريد أن يرجع العظمى العثمانية كما كانت سابقا وهو يريد أيضا أن يبرهن للعالم أن نلهر قوته ونحن لا نستاذق في القدرات العسكرية التركية هي مكانة عشر في العالم نعم تفضل يعني التدخل روسي في السورية لم يؤدي إلى أي نتائج مباشرة يعني رجوم جاوي وكسف جاوي ولكن بدون أي نتائج كارية هنا وكارية هنا يعني مثلا كرار تركي بالتزام كامل لسالح المعاردة وتزويد المعاردة بأسلخة حديثة عن ترك تركيا سيكون له نتائج معصوية بالنسبة لروس وروسي يعرفون ذلك لذلك ليس لدائم أي مصلحة بدف تركيا إلى هذا الاتجام لكن ربما دعنا نقول إذا كانت ستتم مواجهة بين الأطراف هي في الشمال السوري هناك تركيا أيضا كما ذكرت تكثف مساعداتها للمعارضة ومن جهة أخرى أيضا روسيا بدأت تنشر منظومات مضادة للصواري المواجهة لم تكن مباشرة بين الجانبين تكون غير مباشرة كما شاهدنا بنسبة لإسرائيل والسورية عن طريق يعني الكوات المعارضة تركيا لا تواجه روسيا بصورة مباشرة ولكن تزاود المكاتلين من المعارضة بأسلخة ضد يعني مدادة سواريخ مدادة لتائرات وسواريخ مدادة لدبابات وهذا ستكون له نتائج معصوية بنسبة للروس نعم ربما أريد نعود للنقطة وهي إسقاط المقاتلة الروسية الحربية ما بين الحدود السورية التركية وأجميع ما زال يتحدث عن حيثيات هذه الحادثة أو إسقاط هذه الطائرة وروسيا كان لها إدعاب أنها لم تخترق الأجواء التركية وتركيا تقول اللاكس وواشنطن لها كان موقف واضح مع الناتو بأنها دخلت الأجواء التركية من ناحية أمنية عسكرية نقول أن تخترق طائرة من سوريا إلى تركيا ممكن بالخطأ دعنا نقول أيضا صح تركيا حسب ما كانت تنتظره روسيا أنها دولة صديقة حتى ولو كانت هذه الطائرة دخلت المجال الجوي التركي يجب تحذيرها من أنها دخلت النطاق الجوي التركي ولكن أنا أريد أن أوضح ما هي مهام هذه الطائرة وكيف لماذا هذه الطائرة أيضا لن تدافع نفسها القاضفة السخوية 24 هي قاضفة ليست مقاتلة هي قاضفة سواريخ لها مهامها الخاصة في تذهب للأهداف المعينة وتقصف الأهداف هي ليست عندها الكفاءة القتالية ولذلك كل مهمة عسكرية لقاضفة من هذا النوع يجب أن يكون معها طائرات قتالية التي تتصدى أي عدوان على هذه القاضفة وعلى سبيل المثال الطائرة السخوية 24 هي كانت في جو في مجال أصدقاء ولم تحمي نفسها ومن هذا المنطلق لم يكن معها طائرات قتالية تتصدى أي عدوان عليها لأن روسيا تبرت تركيا عندما عندما تكلم بوتين وقال هذا طعن في الظهر هو يعلم أكيد المهرفة لماذا يقول هذا الكلام أنا موجود في نطاق الجوي بالقرب من الحدود التركية ومطلوب من صديق أن يحافظ على صديقي ومن هذا المنطلق السخوية 24 لم يكن معها طائرات التي تحميها طائرات قتالية التي عندها عند هذه الكفاءة أن تعمل وتحارب وتصد كل عدوان يتخطى مصار هذه الطائرة الموضوع يعني طبعا روسيا لم تريد عن تعادية للتركيا ولكن موضوع اخترام السيادة يعني مش بالحط يعني ما هي رسالة روسية لتركيا كمان لإسرائيل طائرات روسية اخترق تلاجوها لإسرائيل كمان يعني احنا لا نحترم انتم نحن نملو لكم ما نريد جينا اتينا لهنا نعمل ما نشير طبعا الهجومات مش ضد داعش ضد التركيمن وضد المعارضة الموتادلة التي تدعمها تركيا يعني انتم لا نستمع إليكم ولا لا نأخذكم في حسابنا في اتبارتنا يعني انتم تعملون ما نريد هذا يعني إسرائيل تقبل لإسرائيل ليس عي نعم لكن الكرار الإسرائيلي يعني روسيا دولة وزمة وعلينا عن نقبل هذه الأوضاع يعني تركيا تقول لا نعم ودعنا نقول ربما بدأ بوتين بتهديد أيضا تركيا بشأن التجارة ما بين تركيا وداعش واليوم وزارة الدفاع الروسية تنشر شريط فيديو يظهر دعنا نقول عملية التجارة بين الطرفين هل هناك جدية بهذه الخطوة من قبل أيضا يعني طبعا يعرف وبعنا بنسبة لتركيا المساعدة للدعش يعني غير مباشرة ولكن كل المتتوين للدعش من عين ياجيون مش عن طريق لبنان والأردن أو إسرائيل عن طريق طريق يعني شيء معروف لكن معروف كمان بعنا دعش بالوقود والبنزين إلى الجميع الأكراد الحكومة السورية الإراك يعني عن طريق الأكراد حتى لإسرائيل يعني شيء معروف كل وحد يعني هذا ما يقول عن طريق الأكراد يعني ربما يعني شيء معروف توكيا هي مش اللايب الوحيد في هذه اللوبة كيف ترى هذه نقطة أنا أصدق على كلام بروفوسور زيسر حسب ما يقال في عدة أطراف في الساحة الميدانية عندهم يأخذون أو يأخذون في هذه المناورات كل إنسان عنده الأشياء الخاصة الذي يأخذها لنفسه يعني اليوم ننظر لحرب أو ننظر لنزاع نزاع في الشرق الأوسط في صورة الدرلموسية يعني شيء اللي هو فش عليه ولا أي حكم ولا أي سلطة وكل إنسان ما يقدر يأخذ وفي هذا المنطلق كل الفئات المشتركة والتي تريد أن تسيطر أو تأخذ أو يكون عندها العتاد أو عند الموارد الموارد الاقتصادية وأيضا موارد بشرية موارد بشرية في تدخيل جنود أو ما يقال أن تركيا أتاحت لألف ومتين مقاتل من داعش بورون من حدود ويذهبوا إلى سوريا مع المعارضة أو النصرة أو ضد السلطة ضد الحكم السوري الموجود الذي هو حسب اعتقادات روسيا هو الحكم هو السيادة المنطقية التي هي تعرف من ناحية دولية في الوقت الحاضر في وقت الراهن ومن هذا المنطلق أكيد ما قال المحل الزيسر أنه فيه هون كل الأطراف عنده ربح من هذه الأشياء أكيد روسيا لا تحارب داعش روسيا بخاجة إلى داعش يعني هي بخاجة إلى وجود داعش لتبرير محاربة هذه المعارضة السورية الموت التي هي كون التعديد هل تظن بأن موسكو لا تقصف داعش على الأراضي السورية ربما تقصف بسورة يعني ولكن داعش مش الغارد الأساسي الغارد الأساسي خماية نظام بشار الأسد والتهديد لنظام بشار الأسد لا يأتي من داعش حاليا يعني وبما في المرخلة المكبلة ويأتي من المعارضة المتدلة التي تدعمها تركيا والسعودية والكتر وكيف كيف تلا موقف بشار الأسد من هذه الحادثة ومن العلاقة الروسية التركية الأخيرة تمان بحاجة مش لخمسين طائرات ولكن لمئة ألف مكاتل لا أعتقد بأن روسيا وإيران ترسل مئة ألف مكاتل للسورية نعم بالنسبة لردود الفعل الروسية كانت في البداية ردود فعل اقتصادية ومنها أيضا عسكرية نشر منظومة صواريخ مضاد 300 أو 400 على الأراضي السورية واليوم تركيا تقول بأن موسكو بدأت تلوح بورقة الغاز ونحن نعرف العلاقات ما بين تركيا وروسيا بهذا الشأن بقضية الغاز وكانت اليوم زيارة أيضا لرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر ربما للبحث عن بديل للغاز بالنسبة لروسيا كيف ترى هذه القضية أني أرى أن الطرفين يذهبون للبدائل حتى كل إنسان يحقق ما يريده من أهداف الجانب الجانب الروسي يذهب لمصر على سبيل المثال ويستورد منها الزراعة ويستورد منها موارد حتى لإسرائيل حتى لإسرائيل صحيح ومن هذا المنطلق ذهب طيب أردوغان للقطر حتى يستورد الغاز حتى يحل مشكلة الغاز التي هي مشكلة أساسية هي 57% من موارد التي هي أساسية لتركيا وتعود بالفائدة أيضا على تركيا وبنفس الوقت تعود بالفائدة على روسيا لأن روسيا أيضا هي مستفيدة من هذه الموارد نعم دعني سعود لنقاش هذه النقطة وريدنا أثب إلى ضيف آخر وهو السيد محمد أستور كاتب محال السياسي ينضم إلينا من تركيا مرحبا بك سيد محمد في البداية نتحدث عن التوتر القائم بين أنقرة وموسكو واليوم وزارة الدفاع الروسية بدأت تنشر أشرطة فيديو تظهر دانا نقول العلاقة التجارية بين داعش وتركيا بشأن النفط كيف تقرؤون هذا الأمر في تركيا نعم الآن قبل كل شيء نسأل خير يعني 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 آكت أن أقول هذا الشيء بطين يعني رئيس كبيرة كروسيا يستعمل جنرالاته لتطوير الإعلام بغض يعني لأن الخارج فأنا يعني شاهدت ما أقدم حولها هذا الموضوع من البداية إلى النهاية هم قدموا خارطة وفي ثلاثة طريق أو مطار التجارة المزعومة بين داعش وتركيا هذا طبعا أبدا ليس ثلاثة مطار أولا واحد من شمار شرق سوريا وعبر مناطق التي تسيطر عليها بريد يعني الذي جمع فكاتا الإرهالية في تركيا وقتاني كذلك يعبر هذا المسار من ما نسمي أطين في شمال غرب سوريا في جنوب غرب تركيا طبعا كذلك يعبر عن المناطق التي تسيطر عليها أكرا متعلق قدر سوريا ومسار الثالث من شمال الإراق يسيطر عليه تقليل كونتسان الشمالية كيف يمكن للتركية تجارة التي تسيطر عليه الأكرا خريفة من تنظيم تركيا الإرهاب وكذلك هناك عضوان بين داعش وهذه النجمعات المنظمات التربية نعم سيد محمد نقول بأن تركيا تنفي وتشكك بهذه الصور ونشاهد الآن الصور هناك صور واضحة أيضا سيد محمد هناك صور واضحة لمركبات تنقل نفط مع علم تركي لا نعرف ماذا تنقل لكن مع علم تركي والصور ربما هناك صور واضحة هذا أفضل هناك ماذا يحضرهم أولا بالنسبة للخدود بل الرقبة التركية هذا حدود مخصوص ولكن تركيا تجارة مشروعة مع شمال رقبة مع الإراق نعم سيد محمد كيف ترى رد التركي على مثل هذا النشر من قبل وزارة ديفاروس طبعا تركيا ترى هذا الشيء ينفي ولكن نرى ماذا يقول الأسلام قال السلوطات الأمريكية أن ما قدمت به روسيا مسير من السخرية يعني فعلا هذا مسير من السخرية لأن هذه المسار السبب يعني فقط مسار أو طريق من شمال إراق في هذا طريق مفتوح وكذلك الرؤوس بهذا الطريق التالي يعبر من شمال الإراق يجبون أن يربط سيد مسعود البرداني نظام مسعود البرداني كذلك في هذه الأتاج ولكن بمجفل يعني طريقان آخران ليس من الممكن أن يوصل النص إلى تركيا تركيا دولة جموكرافية تأثر رعاية القضاء كل شيء موجود دولة القانون موجودة ولذلك ما يقولون الروس يعني ليس لها قيمة نعم سيد محمد الكاتر محل السياسي كنت معنا من تركيا شكرا جزيلا لك استمعنا لما يقول حتى ويقول بأن ربما الموقف التركي بأن هذا شريط الفيديو وهذه الإدعاة تثير للسخري من قبل تركيا ربما هذه القضية قد تؤزم العلاقات أكثر من ذلك نعم بدون أي شاك ولكن شوف مثلا ماذا حصل بين إسرائيل وتركيا وكانت هناك كمان يعني الأزمة ما زالت موجودة يعني وما ذلك يعني في هزدياء وفي التعامل الاكتساطي طبعا يعني في يعني الغربة روسية بمعاكبة تركيا وال هي تنتظر الاعتذار من أردوغان لا أعتقد بأنه يعتذر يعني لا أعتقد بأنه لا أردوغان نعم سيد رافيا استمعنا للضيف من تركيا وهو كما ذكرنا بأنه يقول بأن ما تغم به روسيا يثير للسخرية بشأن هذه الاتهامات وبأن هذه الصور لا تثبت أي شيء أمام تركيا دعنا ننظر للصور الصور تدل أن يوجد صهريج وهي محملة لا نعرف ما محملة نرى العالم التركي موجود أيضا البنتاجون ومن كان محللين سياسيين أمريكيين قالوا أن هذا ليس صحيحا ولكن صورة أحداث وكفي بألف كلمة عندما نرى صور صور صهريج التي تحمل عالم تركيا هذا يدل على أن يوجد شيء في هذا هل هذه صحيحة هل هذه الصور متى أو تقطت هل هذا صحيح في هذه الأونة أو أنها صور قديمة الكل يشكك لكن هل ترى ربما هذه القضية وهذا النشر قد يزيد العلاقة توترا نعم هذا سوف يزيد في التوتر ولكن أنا أؤيد البروفيسور زيسر أن العلاقات بعض العلاقات لن تضرر لأن الطرفين عندهم مصالح من كل هذه العلاقات الموجودة إن كانت اقتصادية على سبيل المثال إن كان في توتر سياسي فالتوتر السياسي يحلونه في إشكالات سياسية ومداولات ولقاءات وطرف ثالث أو طرف رابع يحل بين هذين الطرفين وأظن في آخر المطاف عليهم أن يجلسوا ويكلمون ويصلون إلى حل لأن كل طرف له أسبابه الخاصة لماذا عليهم أن يحلوا هذه الأزمة نعم ربما هذا سوف يتم في اللقاء المقبل ما بين سيرجيل الفروف ونظيره التركي لكن هل ترى ربما هذا اللقاء بين الفروف ونظيره التركي قد يكون خاتمة لهذا التوتر بين البلدين ربما إذا أردت فيلا بأن تؤدي العلاقات إلى معزك عليك أن تقتل العلاقات لم تعمل ذلك روسيا لا تقتل العلاقات ولا لكن أوقفة التنسيق الأمني وأيضا أمور اقتصادية أخرى أي تنسيق أمني إملاءات روسيا وبعض من المعقبة اقتصادية جزئية ولكن لا لا أي رد في الأسكري لا أي رد في المباشر لا يعني رد في السياسي بمعنى تجميد العلاقات السياسية يعني كل الأشياء العاب أعتقد بأن الغاية العام روسي هو المستهل نعم وبرأيك هل إسرائيل مستفيدة من هذا النزاع بين تركيا وروسيا لا أعتقد بأن وجود روسيا لا يحدم المساليخ في سوريا لا يحدم المساليخ وفي نهاية المتاف يعني الولايات المتحدة هي الحليفة الأساسي للنزاع ليس روسيا بهذه النقطة ربما على سبيل المثال بعد العقوبات الاقتصادية هناك من قال بأن الروسي سوف تذهب إلى إسرائيل بشأن المواد الغذائية والأمور الأساسية ربما هناك فائدة لإسرائيل بهذا الشأن سيد العزيز عندما تتعامل مع دول وتتعامل مع اقتصادك أو احتياجاتك أي دولة هي تنظر بمنظار كيف علي أن أتعامل مع كل أزمة وإن كانت موجودة أزمة الآن في الشرق الأوسط وهذه الأزمة تقدم أي شيء يساعد دولة إسرائيل كدولة دموقراطية متزنة وتريد سيادتها أن تحافظ عن علاقات حميمة مع كل الدول التي لها نفوذ في الشرق الأوسط وإن كانت روسيا دخلت للشرق الأوسط فعلى إسرائيل أن تحافظ على هذه العلاقات بنظرة إيجابية لأن هذا الشيء يعود أيضا لإسرائيل كما يعود لروسيا سيد رافع أبو طريف مهالي سياسي وعسكري شكرا جزيلا لك البروفيسور إيال إزيس الخبيف الشرون الروسية شكرا سوريا آسف شكرا جزيلا لك أعزائي مشاري نأتي إلى نهاية هذا المحوى نحن مستمرون بتغطية الأخبار الدولية والإقليمية سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعده ابقوا معنا